المهم ما هي الشركة فيبين المشهورة في العالم الشركة التي دائما نصحكم بها هي شركة على رؤوس الأصابع شركة نورد فيبين والذي تعرفون على ذلك فيبين سأرى عليهم واحدة لاغاطة كثيرة في أمريكا ودروين عليهم والأساو هي ما أطاكت هذه الشركة يعني تقولون أنهم تساهموا في القرصة تساهموا وهذه الشركة فيبين هي شركة قانونية وهم يحمي المعطاية للزبائن المقارات لا يوجد بلدان لا يوجد بلدان الاتحاد الأوروبي أو في أمريكا أو في كندا أو في شيء دول غالب أن تجعل الإدارة لهم مثلا في باناما في جزر جزر كايمان في باناما غالبا في باناما لأن القانون باناما غير يعني إذا جاءت شركة حقوق لا يوجد أمر قاضي يستخلصوا منهم المعلومات هذا هو الفيلم في باناما دائما يعملون مصدع على الراس لأن هذه الشركة أخوان يوجد فرصة أن يعمل في باناما في باناما وفي باناما ونرى ما أقول لكم هو مجرد إرهاب نفسي على الزابون أو على الكليون فينا إذا كنت أقول لك سيدي زعمعتها حصلت لي ولم تقوم باناما تقدر تفكيراتك تقول لهم وانا ما كنت عارف وانا ما فهمش هذا أما إذا حصلوا كنت تقوم باناما فأنت يعني متلبس وزايد وعارف الوضع وعليش عملتي باناما لأنك أخيي عندها تخرج وأنا أقوم باناما لأنني أستخدم باناما كنت أريد أن أحمي راسي وصافي من القرصة لأن إذا كنت تقوم باناما صعب باناما يختارك شيئا صعب بثاف وفي باناما ليس غير بأن يجب أن تغني أو نغير الباب الذي يدخله منه ولكن في باناما يشفر المعلومات يشفر المعلومات النهائية تقول لك أنت متصل يعني محمين واحد درجة كبيرة محمين واحد درجة كبيرة يجب أن يختارك شيئا صعب لأنه لا يعرف الـ IP address يجب أن يختارك ويختارك شركة في باناما عادة بشيوصل لك فهمتوني يعني تأتي عند تخريج فهذه المجرد أخاوي يعني إرهاب نفسي فهذا يجب أن يقول أنا أستخدم وفي باناما أنا أستخدم لأنني أحمي نفسي أنا اختارك واختارك كذا مرة فقالوا لي إذا قمت باستخدام في باناما فما يمكن أن يختارك ويزولها لي فهمتوني ما الذي يمكن أن يرد به المهم ما هي الشركة في باناما مشهورة في العالم شركة يعني دائما أنا نصحكم بها هي شركة يعني على رؤوس الأصابع سنرى الشركة المعروفة في ال كانت نورد وكان أكسبرس وكان أكسبرس أكسبرس وكان أكسبرس وكان واحد سينت في موقع سينت كان يجربوا خباراتهم يعني يجربوا هذا وخرجوا بعض الاستنتاجات فقالوا بأن أكسبرس أكسبرس يعني هذا شامل يعني أكسبرس وما قال لك هذا هو وشفاف يعني معلومة مضمونة ومحمية 100% أكسبرس طبعا أكسبرس شارك لكي يريد السرعة يعني أنت تفرج أكسبرس وفعلا وهذه نفس الهدرة التي وصلت لها نتيجة وهو أسرع أسرع هو سريع سراحة جربته ممتاز وهو صالح للناس الذين متقدمون يعني يعني هناك الكثير من الإعدادات وعر NordVPN كنت نصحكم به هنا ProtonVPN كنت هضرت عليه هذا Open Source VPN هذا مجاني في واحد يعني الشق منه مجاني تقدروا تخدموا به تقدروا تخدموا بالProtonVPN وعنده الخطة التي هي المدفوعة هذا OpenVPN قال لك هذا مجاني تقدروا تجربوا ProtonVPN كنت هضرت لكم عليه في واحد الفيديو وكان واحد الألترنتيب واحدة وهو أرخص VPN الرخص اللي هو PIA PIA VPN المبتادين اللي بغا يريدون ان يتكتشفون في عالم VPN وهذا IPVanish هذا IPVanish سهل استخدامه بثاف وعند وعند الإنترفاس سهل استخدام IPVanish هؤلاء الشركات المعروفين وكان هناك أخرين اللي هما معروفين معوتا هما على سبيل الميتر كان باقي غادي تلقاوا واحد كان ذاك كان واحد فيبين واحد خور اللي واقي لغير إكسبريس فيبين نتفكروا ونقولوا لكم مهم هدو اللي هم يعني أنا عارفهم زيان وجربتهم كانوا عندي في حد الفترة مهم نرد فيبين اكسبريس فيبين سيرفشارك هدو معروفين بزاف وإكسبريس فيبين هوا نراه يعني ممتاز جدا بالنسبة لإخوان الطرق دي الإشارك هدو كتأخذهم من الموقع ديالهم أولا عن طريق تطبيق مباشرة موقع ديالهم كتدر إشارك إشارك ديالهم يعني لحسب الإسخدام والحسب شحل بغيتي واش عام واش شهور واش شهر واشكذا وأتمنى ديالهم في المتناول يعني يضربون مع لديك ستين يورو في السنة هكذا يعني هذا هو يعني المعدل المعدل خمسين دولار ستين دولار في السنة هذا هو المعدل ديال أي فيبين زوين مخير هكذا يعني أخيرا كان هناك بعض الوصف وضع الوصف وضع الوصف وضع الوصف وضع الوصف تقوز وين تطبيق الوصف وليس لما كان الأشهر هم اللي قلت لكم أكسبرس ويورد 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 المشهورين ويقوموا بنفس الدور كامل المحمية الداتا ديالهم يبقى ويوجد السؤال الذي مهم بزاف وليس يوصلني بزاف على هذا الوصف مثلا مثلا نأتي لأحد شخص مقيم بإيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا مثلا يستخدم الوصف عنده مثلا هو الذي نفترض نقوله تليفزيون تسائل عنده تليفزيون تسائل عامل فيه مثلا e-weblier tv mate أو no ck ويقول لك نحن نفعل VPN كيف سنفعل ما هي الخطوات لكي نحمي رأسي مثلا عندما نحمي رأسك ما سنفعل سنفترض موقع ستدخل على موقع NordVPN أو ExpressVPN في الإنترنت في التليفون ستدخل سترى الخطة التي تناسبك دائما الأرخص لا تقوم حماية كبيرة مثلا في NordVPN نحن نفعل ستاندا في السنة تقريبا 91 دولار أو 50 دولار تقريبا تقريبا الاشتراك تقريبا CyberGhost تقريبا بين الذين تنقطوا عالي في المواقع تقريبا تقريبا تأخذ الاشتراك تأخذ لجهاز TCL مثلا Android TV تدخل على متجر وتبحث على NordVPN مثلا تقريبا اشتراك في إكسبرس VPN تبحث على إكسبرس VPN تبحث تطبيقات موجودة تطبيق VPN متوفر في تحمله وتنزله كأي تطبيق يوتيوب وفيسبوك وفيسبوك لا تنزل يوتيوب ونتفلك تنزل تدخل على التطبيق يطلب منك تعمل كل تطبيق والطريقة تقدر الإيميل والباسورد عندك الإيميل الذي اشاركت به والباسورد تدخل الاشتراك والتليفزيون تقدر الإيميل والباسورد أو عندك في الهاتف يقولك اربطه بالهاتف مباشرة عن طريق QR كود هكذا تكون شبكت الاشتراك من VPN في التليفزيون تختار تقولك Connect بسهلة تقولك ماذا هو على أمريكا أسرع مثلا في أمريكا تضغط على أمريكا يقولك أنت متصل على أمريكا كيف تقدر تعرفها تقدر تدخل تعرف على IP بكل طريقة وأسهل أن تدخل مثلا يوتيوب سيبلك المحتوى الأمريكي سيبلك المحتوى الأمريكي سيبلك المحتوى الأمريكي أنت متصل الآن كما أنك في أمريكا مثلا عندها تشغل IPTV يعني لا تشغل IPTV قبل لا إذا يكون تدخل الـ VPN و تشغل IPTV و تدخل الإشارة من السيرفر متصل و أنت لا تظهر في الصورة